اشتركوا في القناة ان تسعة من كل عشرة فلسطينيين نزحوا قسرا من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان اسرائيلي متواصل منذ السابع من اكتوبر من العام الماضي واضفت ان العائلات النازحة تبحث عن مأوى اينما تستطيع سواء في المدارس المقتضة او في المباني المدمرة او الخيام المتواضعة وسط الركام وفي سياق متصل قال المفوض العامل الانروا في ليب لازاريني ان اكتشاف فيروس شلل الاطفال في غزة تطور خطير في رحلة البؤس التي لا تنتهي مؤكدا انه يمكن السيطرة عليه عبر وقف اطلاق النار والزيادة تدفق اللقاحات واشار لازاريني في منشور له على منصة اكس اشار الى رصد ستة عينات لشلل الاطفال من النوع الثاني في اجزاء من قطاع غزة وفق لمنظمة الصحة العالمية ولم يتم اكتشاف اي حالة حتى الان اضف ان هذا تطور خطير اخر في رحلة البؤس التي لا تنتهي وزعت عملية الفارس الشهم ثلاثة الذراع الانساني لدولة الامارات العربية المتحدة مساعدات عاجلة وطرودها تمور وجلونة مياه صالحة للشرب على العائلات الفلسطينية نازحة في مخيمات الايوا بمدينة خان يونس وتهدف عملية الفارس الشهم ثلاثة الى توفير الاغاثة العاجلة وتخفيف المعاناة عن الاسر النازحة الذين خرجوا من بيوتهم جراء العملية الجارية حيث تم توزيع تمور ومئات الجالونات مياه المياه بشكل منظم لضمان وصولها الى اكبر عدد من العائلات في خطوة لاقت اشادة واسعة من المستفيدين معبرين عن عميق شكرهم وامتنانهم لدولة الامارات على هذا الدعم الانساني قالت القيادة المركزية الامريكية ان قواتها نجحت في تدمير منصة اطلاق طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم شمال اليمن واضفت ان قواتها نجحت كذلك من تدمير صاروخين معدين لاطلاق تابعين للحوثيين المدعومين من ايران في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن واشرت ان هذه الصواريخ تمثل تهديدا وشيكة للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة تم اتخاذ هذه الاجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية واكثر امنة قال رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري ان اي عملية تسوية سياسية تحاول ان تتجاوز قضية شعب الجنوب لن يكتب لها النجاح ولن تفضي الى سلام وجدد الكثيري خلال لقائه في العاصمة عدن كبير مستشاري المبعوث الممي الخاص الى اليمن الزهراء لانقي والوفد المرافق لها جدد حرص المجلس الانتقالي على انجاح جهود السلام والسعي مع كل الاطراف الفاعلة للوصول الى سلام عادل وشامل وحل جميع القضايا وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب مثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الامم المتحدة لبلادنا في المجالات كافة وفي طليعتها برامج تمكين المرأة شهدت العاصمة عدن مساء الخميس عاصفة رملية عنيفة حيث حملت الرياح القوية كمية كبيرة من الرمال من الجهة الشمالية الغربية قال شهود عيان ان الغبار الكثيف قد غطى المدينة مما تسبب في صعوبة التنفس لدى المرضى ادى كذلك الى تدهر الرؤية بشكل كبير وتعطيل حركة المرور في العديد من الشوارع الرئيسية بعدد من مدريات العاصمة اطلع محافظ شبوى عوض بن الوزير على الترتيبات الفنية والقانونية للتوقيع على عقدي انشاء مشروعي روضة اطفال جديدة في مدينة عتق ومدرسة النقوب بمدرية صاب بتمويل من الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة واخلال اللقاء قد المدير العام لمكتب التربية بشبوى اكد على جهزية عقدي المشروعي للتوقيع في مطلع الاسبوع القادم معبرا عن تقديره لرعاية ودعم المحافظ بن الوزير للقطاع التربوي ومساندته لتجاوز كافة الصعوبات في القطاع في شبوى ايضا وقفت لجنة الخدمات والتحسين المدينة برئاسة وكيل المحافظة المساعد محمد الكندي وقفت امام عدد من القضايا المدرجة في جدول اعمالها وطلعت اللجنة على ابرز التعذيات والبسط العشوائي على المساحات العامة بمدينة عتق وقرت البدء بازالتها كافة ابتداء من يوم السبت القادم كما اقرت اللجنة توجيه مدري عموم الكهرباء والمياه والاشغال العامة والاتصالات بوقف ادخال قدماتهم للمخططات غير القانونية واماكن البسط العشوائي اطلع رئيس انتقال حضر موت العميد سعيد المحمدي على مناشط وعمال اتحاد الملتقيات التطوعية بالمحافظة واستمع المحمدي من الامين العام لاتحاد الملتقيات مراد بريكان استمع الى اعمال وبرامج الاتحاد في مختلف المجالات والذي كان اخرها بناء القدرات الشبابية بمدينة سيئون برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي اعشد المحمدي بجهود الاتحاد في خدمة المجتمع وتأهيل الشباب وتدريبهم تزامنا مع فعاليات مهرجان موسم نجم البلدة السياحي اختتمت بمدينة الشحر بطولة دور نجم البلدة لكرة القدم لفرق الحواري فئة فريق اول وانظم الدوري باشراف المجلس الرسمي لفرق الحواري بالشحر برعاية من مكتب الثقافة بالمدرية ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان البلدة السياحية واعتوج فريق الفهد بطلا للدوري بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق تحدي عيديد بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما وشاهدت المباراة اجواء حماسية وسط حضور جماهيري غفير ختام نشر الموجزة الى اللقاء اشتركوا في القناة